مشاهدي الكرام في ترند اللي كان هو حديث منصات التواصل الاجتماعي خلال 24 ساعة الماضية لسيما منصة X الوسم التالي ماذا كان هذا الوسم؟ أعطونا الوسم الوسم مشاهدي الكرام كان بعنوان الشيخ عبدالعزيز التوجري الشيخ عبدالعزيز التوجري هذا الوسم اللي تصدر منصات التواصل الاجتماعي غرّد الناس حوله يا ترى من هو عبدالعزيز التويجري وماذا حدث له طبعا الشيخ عبدالعزيز التويجري انتقل لرحمة الله خلونا نتعرف إياكم سويا عن من هو الشيخ عبدالعزيز التويجري عبدالعزيز التويجري انتقل إلى رحمة الله تعالى وهو مؤسس مكاتب توعية الجاليات في المملكة الشيخ عبدالعزيز التويجري هو مؤسس مكاتب توعية الجاليات في المملكة هو من وليد بريدا في عام 1362 تخرج من كلية الشريعة عام 1386 هجري درس في المعاهد العلمية في عدد من مناطق المملكة وأسس مكاتب توعية الجاليات عام 1402 هجري حتى بلغت إلى يومنا أكثر من أربعين مكتبا في المملكة هذا الرجل الذي قد لو نشاهد صورته لا نعرفه أو لم يكن له ذات الصيت أو الشهرة في المجتمع إلا أن الله جل وعلا يعرفه هذا رقم واحد رقم اثنين كان مساهما حقيقة في إنشاء مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات التي بلغ اليوم عددها أكثر من أربعين مكتبا في المملكة والذي أكيد جاء هذا بعد توفيق الله جل وعلا ثم دعم المملكة عبر وزارة الشؤون الإسلامية لهذه المكاتب التي اليوم تنتشر في مختلف مناطق المملكة والتي حققت حقيقة الكثير من المناشط الدعوية والتوعية للجاليات في مختلف مناطق المملكة فنسأل الله جل وعلا أن يرحمه ويغفر له ويجعل قبره روضة من رياض الجنة لم يدرك معنا رمضان وكان رمضانه الأخير عام 1444 لكن بإذن الله أن أجره قد وصل ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا فيه ومن نحب في الفردوس الأعلى من الجنة خلونا نشوف الناس كيف تفاعلوا مع هذا الترنت وكيف كانت تعليقاتهم أعطونا تعليق الأول من فهد فهد قال الله أكبر هنيئا له هذه الأجور من الله فكم أسلم من هذه المكاتب في المملكة فهو في ميزان حسناته بإذن الله ولا نتأله على الله يا رب تقبله في الصالحين مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا ربي أنعم عليه بفضلك وكرمك وإحسانك والله لا نعرف إلا من هذه الرسالة يا رب اجمعنا به ووالدينا وإياكم ومن نحب مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم آمين يا رب شكرا لفهد على هذه التغريدة خلونا نشوف أبو مازن ربيعان ماذا قال تعليقا على هذا الوسم أبو مازن قال رحم الله تعالى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله التوجري وجزاه عما قدم في سبيل الدعوة إلى الله خير الجزاء وألهم ذويه ومحبيها الصبر والسلوان من أهل الخير من يقوم مقام أمة لا يثنيه عائق ولا شاغل عن أداء الواجب نحو الدعوة فكل مكلف بها بقدر استطاعته ونحسب هذا الرجل كذلك والله حسيبه شكرا لك أبو مازن إلى أبو إبراهيم التركي معلقا على هذا الترند في منصة X ماذا قال قال الله يغفر ويرحم لفضيلة الشيخ الداعية المشرف على مكتب دعوة الجاليات في مدينة بريدة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله التوجري ويسكنه الجنة ويخلف على أسرته خيرا ويجبر مصابهم ويرزقهم بره خدمت دعوة إلى الله وأشرف عليها سنوات وبذل جهودا الله يتقبلها في حسناته زرته في المكتب وسرني مناشطه الدعوية شكرا لي أبو إبراهيم إلى فهد العبيري أو العييري لعلق أيضا وقال وفات الشيخ عبدالعزيز التوجري مؤسس مكاتب توعية الجاليات ونعم الرجل هدى الله بسببه آلافا وآلاف وكان من وضع النواة الأولى لمكاتب توعية الجاليات وأول من رفع شعار الآية ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم نسى الله جل وعلا يرحمه برحمته الواسعة خلونا نشوف التعليق الأخير من عبدالكريم الجار الله بريان قال عبدالكريم وهو أول من أسس مكتب توعية الجاليات وله جهود تذكر فتشكر فقد هدى الله على يديه خلق كثير وكان صاحب همة ونفس تواقع ويحترق من أجل دعوة غير المسلمين فاللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة ووالدين ووالديكم وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين شكرا لك عبدالكريم نسى الله جل وعلا أن يغفر لي الشيخ عبدالعزيز وتعزين حقيقة لأهله وذويه ومحبيه نسى الله جل وعلا أن يربط على قلوبهم وأن يجبر مصابهم وأن يجمعنا به يوم النحب في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين